بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة لأن وجه الله عظيم فلا تسأل به شيئا لا يصل إلى عظمة عظمة وجه الله جل وعلا فأنت سألت بشيء عظيم وهو وجه الله سبحانه وتعالى فمن سئل بذلك فإنه يحقق إجابة من سأله ولكن ما كل شيء يسأل بوجه الله من أطماع الدنيا وإنما يسأل بوجه الله أعظم شيء وهو الجنة لأن وجه الله عظيم فلا يسأل به إلا شيء عظيم وهو الجنة أعظم شيء هو الجنة نعم وهذا تعظيم تعظيم لوجه الله سبحانه وتعالى نعم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود نعم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة لأن وجه الله عظيم لا أعظم منه فلا يسأل به شيئا حقيرا أو شيئا قليلا وإنما يسأل به أعظم شيء وهو الجنة نعم قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن فهذا تعظيم لوجه الله سبحانه وتعالى نعم قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد قوله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ذكر فيه حديث جابر رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وهنا سؤال وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبه أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة فدعى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف لما أساء إليه أهل مكة ذهب إلى الطائف عليه الصلاة والسلام ليدعوهم إلى الله عز وجل فقابلوه بأسوأ قابلوه بأسوأ ورموه بالحجارة عليه الصلاة والسلام حتى أدموا عقبه نعم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وهنا سؤال وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبه أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة فدعى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي وفي آخره أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا هو الدعاء المشهور بدعاء الطايف بدعاء الطايف الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قابله أهل الطايف بالغلظة والشدة وأساء إليه عليه الصلاة والسلام إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي وفي آخره أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله والحديث المروي في الأذكار اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وفي آخره أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وفي حديث آخر أعوذ بوجه الله الكريم وباسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامة ومن شر ما خلقت أي رب ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده ومن شر الدنيا والآخرة وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة في الأسانيد الصحيحة أو الحسان فالجواب أن ما ورد من ذلك فهو في السؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة نعم فتوافقت فتوافقت الأحاديث والآثار كلها على تعظيم وجه الله سبحانه وأنه لا يسأل به إلا الجنة نعم فيكون وقد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة كما في الحديث الصحيح اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله نعم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة لأن وجه الله عظيم فلا يسأل به إلا شيء عظيم وأعظم شيء هو الجنة نعم وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى والله أعلم وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى فإنه صفة كمال وسلبه غاية للنقص نعم الحديث إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى يليق بعظمته سبحانه وبجلاله وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى فإنه صفة كمال وسلبه غاية للنقص والتشبه بالناقصات كسلبهم جميع الصفات أو بعضها فوقعوا في أعظم مما فروا منه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا يعني الذين ينفون صفات الله عز وجل بزعمهم ثرارا من التشبيه فهذا باطل والله جل وعلا أثبت لنفسه الوجه وهو سبحانه أعلم بما يليق به فالوجه من صفات الله سبحانه وتعالى كاليدين من صفات الله سبحانه وتعالى نعم وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته بهذا القيد على ما يليق بجلال الله وعظمته نعم فيثبتون له ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وينفون عنه مشابهة المخلوق نعم فكما أن ذات الرب تعالى لا تشبه الذوات فكما أن ذات الرب تعالى لا تشبه الذوات فصفاته كذلك لا تشبه الصفات نعم فمن نفاها فقد سلبه الكمال من نفى صفات الله فقد نفى صفات الكمال عن الله سبحانه وتعالى ووصفه بالنقص تعالى الله عن ذلك فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وننفي عنه ما نفاه عنه رسوله ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو طريق السلامة طريق الحق قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب النهي أن يسأل بوجه الله الشيء الحقير أو الشيء الدني وإنما يسأل به الشيء العظيم وهو الجنة الثانية إثبات صفة الوجه إثبات صفة الوجه لله صفة ذات من صفات الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين